النهاردة الجزء رقم 16 من سلسلة الدليل الشامل لفيتامين دال. كده وصلنا للمحطة قبل الاخيرة في السلسلة بتاعتنا. والنهاردة نتكلم على نقطة مهمة. ناس كتير قوي بتخاف من فيتامين دال او من المكملات بتاعة فيتامين دال. لانهم بيسمعوا بعض الناس بتردد يقول لك فيتامين دال هيعمل تسمم في الجسم. ايه حقيقة القصة دي? وامتى فعلا فيتامين دال ممكن يعمل تسمم? وايه هي الاعراض بتاعة التسمم? وهل فعلا بيحصل ولا لا? تعالوا نشوف القصة مع بعض. اولا احنا سمعنا او فهمنا من كل الحلقات اللي فاتت ان معظم البشر عندهم نقص صحاد في مستويات فيتامين دال. فدي اول نقطة. ان اغلبنا عنده نقص. تعالوا بقى نشوف الارقام او الرنجات الطبيعية بتاع فيتامين دال اللي شرحناها في الحلقات اللي فاتت. ونشوف امتى يحصل تسمم من فيتامين دال. قلنا قبل كده ان احنا لو عندنا تركيز فيتامين دال في جسمنا. من تلاتين لحد خمسين نانو جرام في الميلي. طبعا احنا اكتب لكم الارقام دي على الشاشة. فانت كده داخل النطاق الطبيعي. اهم حاجة انك تعدل التلاتين. تطلع فوق التلاتين. توصل لحد خمسين. انت راجل زي الفل وامورك تمام. ايه التركيز ده? اللي هو نانو جرام في الميلي. لان اتفقنا ان التركيزات دي بتختلف من بلد لبلد او من معمل لمعمل. طيب امتى بقى توصل لتسمم فيتامين دال. تخيل امتى? لما تعد المية. ده انا بقول لك يا راجل معزم الناس عشرة وعشرين. ولما بيوصل بالتلاتين بيعمل فرح وبيزغرت ده لو وصلت لتلاتين واللي يوصل لخمسين ده بنقول له انت بطل. علشان تتعدي بقى او توصل للمية اللي هو نانو جرام في الميلي. هيا دي النقطة اللي بنقول عليها انت عديت النقطة الخطر اللي هتدخل في تسمم فيتامين دال. ودي نقطة بعيدة جدا وغالبا محدش بيوصل لها. تعال بقى نشوف الاركام المكافئة بالوحدات التانية برضو زي ما شرحنا قبل كده وطبعا برضو هكتب نفس الكلام على الشاشة. ممكن تكون انت في فلد تانية او معمل تاني ويديك نتيجة بس هتلاقي الوحدات مختلفة. قلنا قبل كده برضو ان فوق الخمسة وسبعين نانو مول في الليتر انت كده دخلت النطاق الطبيعي. طالما انت تحت الخمسة وسبعين ونفس الناس دي بنقول برضو انه لو خمسين او واربعين بيبقى كده عنده نقصة احد. اول لما يوصل للخمسة وسبعين برضو يزغرت ويعمل فرح انا وصلت للنطاق الطبيعي. خمسة وسبعين ايه? نانو مول في الليتر. الخمسة وسبعين نانو مول في الليتر دي هي هي التلاتين اللي احنا قلناها من شوية نانو جرام في الميل. الاتنين زي بعض. من خمسة وسبعين معك لحد مية خمسة وعشرين ناس صعب اول انك توصل لها. يعني ما برضو بتوصل للمية دي برضو بتعمل فرح وتزغرت وبتكون مبسوط جدا دي انا وصلت للمية وحققت مستويات عالية من فيتامين دي. طب عارفين بقى التسمم بيحصل امتى من الرنج ده? لما نوصل ميتين وخمسين نانو مول في الليتر. تخيل احنا نتكلم ان الطبيعي خمسة وسبعين. والتسمم هيحصل عند ميتين وخمسين. شايفين الجاب او الفرق قديه? فعلشان كده بقول صعب اوي ويكاد يكون مستحيل ان حد يوصل لتسمم فيتامين دي او النقطة اللي هيحصل بعدها تسمم من فيتامين دي. علشان كمان يحصل انك تحقق الارقام العالي او اللي احنا قلناها دي لازم تاخد جرعات عالية او من فيتامين دي لفترات زمنية طويلة وده برضو غالبا ما بيحصلش لان قلنا قبل كده حتى ان جرعات فيتامين دي للعلاجية بتكون جرعات مزبوطة ومحسوبة لفترة زمنية محدودة من ثلاثة الى ست شهور. في بعض المصادر بتقولك علشان يحصل تسمم فيتامين دي انت محتاج تاخد خمسين الف وحدة دولية كل يوم لمدة شهور طويلة. وبرضو محدش طبعا بيعمل كده. فبالتالي نستنتج من كل المعلومات اللي انا قلتها النهاردة انه صعب مش هنقول مستحيل ان حد يحصل له تسمم من فيتامين دي لانه صعب او انك تاخد التركيزات العالية دي للفترات الزمنية الطويلة دي يعني مفيش ما يدعو انك اصلا تعمل كده. تاني حاجة احنا حتى في حياتنا العملية او الناس اللي احنا نعرفهم حتى على المستوى الشخصي ما شفناش حد حصل له تسمم من فيتامين دال. تالت نقطة حتى لو حصل تسمم من فيتامين دال فغالبا دي حالة نادرة جدا او حالات قليلة جدا على مستوى العالم. علشان كده ما فيش دعي ابدا للخوف والهلع من فيتامينات دال تلاتة كمكمل غزائي لان قلنا ضرها كبير جدا. طالما انت مش بتتعرض لاشاعة الشمس فلازم تاخد الجرعات الوقائية. وطالما عندك نقص فحتى التعرض لاشاعة الشمس مش هيعالج لك النقص ولازم تاخد الجرعات العلاجية. نختم بقى الحالة بمعلومة برضو كده للناس اللي بتحب المعلومات نفترض انه حصل تسمم فيتامين دال تلاتة. ايه هي الاعراض بتاعته او ممكن نحس بايه? عندنا تلاتاشر عرض ممكن نحس بيهم لو حصل تسمم من فيتامين دال. وده اصلا ناتج عن ايه? قلنا قبل كده ان فيتامين دال دوره انه بيزود انتصاص الكالسيوم. بينقلوا من الامعاء يدخلوا مجرى الدم. فبالتالي لو احنا عندنا تسمم من فيتامين دال يعني جرعات عالية من فيتامين دال موجودة. فهو ده هينقل كمية كبيرة من الكالسيوم هيخليها موجودة في الدم. ومن هنا بتيجي الاعراض الجانبية اللي بتحصل من تسمم فيتامين دال نتيجة زيادة مستوى الكالسيوم في الدم بشكل كبير. اول حاجة هيحصل نقص في التركيز. خمول. تلاتة هيحصل اكتئاب. اربعة الارتباك والتعب والخمول. خمسة ارتفاع ضغط الدم. تكون حصوات بالكلة او فشل كالوي. ضعف في العضلات وصعوبة في الحركة. فجدان في الشهية. تقرار التبول. الجفاف والعطش الشديد. طبعا اتناشر عرض بلوة ممكن تخافوا نكشش دلوقتي ولكن زي ما قلت. انا بس بديكم المعلومة من باب العلم بالشيء. غالبا الكلام ده ما بيحصلش. اشتركوا في القناة